في هذه المدينة الصغيرة في هنغاريا وفي فندق صغير يختفي الناس بلا رجعة عشرات الأشخاص مروا من هناك ولم يظهر لهم أثر اثنان فقط يعلمان سر ما حدث ذاك الرجل وتلك المرأة الوهلة الأولى ستظن أنهما ودودان ولكنهما أخطر مما تتصور بفندق صغير في مدينة تدعى يتساكورت في هنغاريا وتحديدا في عام 1919 خسر الزوجان لازيو كرومبرغ وزوجته سوزي مدخراتهما للحفاظ على فندقهما الصغير خلال الحرب العالمية الأولى فقد كانا وحيدين بعدما فقدا ابنين لهما في الحرب بينما هجرت الابنة الوحيدة إلى بوداباست وسبق للابن الأكبر أن فر منذ زمن بعيد بعمر التاسعة أن ذاك بسبب معاملة الأب القاسية له لذلك قرر الحصول على المال بأي طريقة ممكنة ولن تتخيل ماذا كانت هذه الطريقة كان قتل النزلاء هو الطريقة المتاحة أمام الزوجين للحصول على المال لذلك قاما بحفر خندق أسفل الفندق باتجاه الغابة المجاورة وشراء كمية من بلورات الاستركنين مدعين للبائع أن هدفهما هو تسميم الذئاب التي تهاجم الفندق من حين لآخر بين عام 1919 و 1922 لفظ عشرة أشخاص أنفاسهم الأخيرة داخل الفندق كان الزوجان يقدمان للضحية وجبة شهية وخمرا فاخرا ممزوجا بالاستركنين وأثناء عملهما كسفاحين حصل الزوجان على ثروة لا بأس بها من جرائمهما وتجنبا للشبهات قررال اعتزال لكن ليس قبل القيام بآخر عملية قتل في مشوارهما الاحترافي ولجى الفندق شخص غريب يحمل حقيبة كبيرة وطلب غرفة في الفندق فحصل على مبتغاه وفي المساء قام الزوجان بدعوته للعشاء فقبل العرض بكل سعادة لقد بدى لهم ذلك الشخص طيبا وظريفا بحيث أنهما كادا أن يبقيان على حياته لولا أن سوزي قررت تقديم خمرها المعتق أخيرا وبعد دقائق قليلة لقي الشخص الغريب مصرعا توجه الزوجان بسرعة لغرفته لكشف ما في تلك الحقيبة الثقيلة ليتفاجأ الزوجين بثروة لا بأس بها من النقود الورقية والمسكوكات الذهبية فطار الزوجان من الفرح لهذا الإنجاز الإجرامي وأثناء ذلك توجه الزوج لازيو لتفتيش ملابس الشخص الغريب فوجد صورة قديمة لطفل حقق الزوج جيدا في الصورة وأحس بذعر شديد ثم رمى الصورة وصار يبكي بحرقة يا إلهي ماذا فعلت؟ تفاجأت الزوجة من سلوك زوجها المفاجئ فتناولت الصورة من على الأرض تمعنت فيها قليلا ثم قالت وعيناها تدمعان يا إلهي لقد قتلنا ابننا نيكولاس فمن هو نيكولاس؟ إنه الإبن الذي فر صغيرا من حضن العائلة ترك الزوجان النقود وتناولا ورقة كتبا فيها اعترافا مفصلا بجميع جرائمهما وبعدها قاما بالانتحار عبر تناول الخمر الممزوج بسميلستريكنين وعرف الفندق فيما بعد بفندق الرعب والأشباح فكل من كان يقتحم أو يزور الفندق يرى فيه ثلاثة عشر شبحا يجلسون حول مائدة مستديرة وقد تقلصت شفاههم بالطريقة المميزة للتسمم بالتسركنين هذه هي نهاية حكايتنا لهذا اليوم نراكم في قصة جديدة إن شاء الله